بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم قبل البدء نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك رجل طحان يعيش في بيت صغير هو وابنته بجانب مطحنته كانت ابنته فائقة الجمال والذكاء وكان الأب ثرثار يروي كثيرا من الحكايات من خياله وكانت ابنته تنصحه دائما أن يكف عن الكذب في حكاياته وفي يوم من الأيام أقام الملك وليمة لأهل القرية ودعي الأب الطحان لهذه الوليمة ونصحته ابنته بأن لا يتكلم بوليمة الملك بالقصص الكاذبة خوفا عليه ذهب الأب الطحان إلى الوليمة ولم يستمع لنصيحة ابنته فأخذ يتحدث ويثرثر بالقصص المبالغ بها وعندما كان الملك مارا بين الناس سمع قصص الأب الطحان المبالغ بها فقال الملك إلى أب الطحان هل هذه القصص حقيقية؟ فقال الطحان نعم يا مولاي هذه القصص حقيقية وسأقول لك عن ابنتي ولن تصدق ما سأقول أن ابنتي الجميلة تستطيع تحويل القش إلى الذهب نظر الملك إلى الأب الطحان متعجبا وغير مصدق لما يقوله وأراد أن يلقني الأب الطحان درسا فقال الملك إذا كان ذلك صحيحا فيجب أن تأتي بها إلى هنا وصوف أحضر لها القش وأرى ما يمكن أن تفعله ولكن إذ لم تأتي بها أو لم تحول القش إلى ذهب سفأقوم بحبسك مدة طويلة جدا ندم الأب الطحان من الورطة التي تورط بها مع الملك وأراد أن يتراجع عن كلامه قال الأب الطحان ولكن يا مولاي فقاطحه الملك إن لم تأتي بابنتك سفأقطع رأسك خاف الأب الطحان من قول الملك ولم يعرف ماذا يفعل غادر أب الطحان إلى بيته وجلس أماب ابنته ياسمين لاحظت ياسمين أن أباها مرتبك وشارد الذهن فسألت ياسمين أباها ما بك يا أبي فقال الأب لقد وردت نفسي ورطة لا أستطيع الخروج منها قالت ياسمين ماذا حدث معك يا أبي قال الأب لقد أخبرت الملك أنك تستطيعين تحويل القش إلى خيوط ذهبية وأمرني أن آتي بك إلى القصر وإذا لم أفعل قطع رأسي هلعت ياسمين وقالت لأبيها لقد نصحتك يا أبي بل لا تكذب وليمة الملك فكيف أستطيع أن أحول القش إلى خيوط ذهبية قال أب الطحان لا عليك يا ابنتي سأذهب إلى الملك وأعترف له بأني قد كذبت عليه قالت ياسمين لا يا أبي إن الملك لن يرحمك وسوف يقطع رأسك فدعني أنا أذهب إليه وأرى ماذا سيحدث ذهبت ياسمين إلى قصر الملك مع أبيها وعندما وصلت إلى القصر وجدت الملك وابنه الأمير ينتظرونها قال الملك لقد حضرت لك غرفة مليئة بالقش إن لم تحول القش إلى ذهب سوف أعاقب أبيك بقطع رأسه سكتت ياسمين وخافت على أبيها وأرادت أن تنجي أبيها من قطع رأسه فقالت للملك حسنا كما تريد يا مولاي ولكن يجب أن لا يراني أحد وأنا أعمل فلا أستطيع تحويله إلى ذهب بوجود أحدا معي أمر الملك أن تذهب إلى الغرفة فجلست ياسمين وحيدة في الغرفة وأمسكت بالقش لا تعرف ما لا تفعل به فأصبحت تبكي طول الليل وفجأة سمعت ياسمين صوت قريب من خلفها فالتفتت إلى ذلك الصوت فرأت قزم يبتسم لها خافت ياسمين من القزم فقال القزم لا تخاف يا ياسمين لقد أتيت لمساعدتك قالت ياسمين هل تستطيع تحويل القش إلى خيوط ذهبية؟ ضحك القزم وقال إني أعرف كيف أحول القش إلى ذهب فقالت ياسمين إذن أرجوك ساعدني فقال القزم ولكن ما المقابل الذي سف أحصل عليه عند تحويل القش إلى ذهب؟ قالت ياسمين ماذا تريد؟ ماذا تريد أن أعطيك؟ قال القزم أعطني أغلى شيء عندك تملكينه كان حول عنق ياسمين قلادة ترتديها من أمها وهي أغلى شيء كان عندها قالت ياسمين للقزم سوف أعطيك هذه القلادة ضحك القزم وقال أنا موافق أمسك القزم قليلا من القش وسرعان ما تحول إلى خيوط ذهبية رأت ياسمين ما حدث ففرحت فرحا شديدا لنجاتها ونجات أبيها من تلك الورطة وأصبح القزم يكمل عمله حتى انتهى من القش جميعه وبعد انتهاء القزم عمله غادر الغرفة وهو يضحك وفي يوم التالي دخل الملك وابنه الأمير إلى الغرفة فوجدها مليئة بالخيوط الذهبية فاندهش الملك والأمير مما رأوه فقال الملك لقد استطعت أن تحول القش إلى خيوط ذهبية فعلا فقالت ياسمين هل أستطيع أن أغادر الآن يا مولاي فقال الملك بصوت مخيف لا سوف أحضر لك المزيد من القش لتحوليه إلى خيوط ذهبية فتفاجأت ياسمين من طلب الملك وقالت للملك لا أستطيع أن أقوم بهذا مرة أخرى غضب الملك وقال لها بصوت عالي إن لم تفعلي سوف أسجن والدك سكتت ياسمين وأخذت تبكي والدموع تنزل من عينها أعجب الأمير بجمال ياسمين وأخذ ينظر لها أمر الملك بإحضار ضعف كمية القش وتركها الملك في تلك الغرفة وخرج بكت ياسمين بشدة لأنها كانت يائسة بتكرار ما حدث معها بالأمس ولكن فجأة ظهر القزم مرة أخرى قال القزم ماذا سوف تعطيني هذه المرة مقابل تحويل القش إلى ذهب كانت ياسمين تضع في إصبعها خاتم وقالت للقزم سوف أعطيك هذا الخاتم قال القزم هو يضحك إني موافق ثم حول القزم جميع القش إلى خيوط ذهبية وغادر وهو يضحك وعند شروق الشمس دخل الملك والأميرة للغرفة اندهش الملك وفرح كثيرا عندما رأى الغرفة مليئة بالخيوط الذهبية فقال الملك لياسمين سوف أحضر لك المزيد من القش إذا استطاعت تحويلها إلى خيوط ذهبية سوف تكون آخر مرة وسأزوجك لابن الأميرة مالك وإن لم تفعلي سوف أسجن والدك اندهشت ياسمين كثيرا بما قاله الملك وجلست في الغرفة بعدما أحضر الملك كمية كبيرة من القش ثم ظهر القزم وقال لياسمين ما لا ستعطيني هذه المرة قالت ياسمين لو يبقى معي شيء فقال القزم إذن عندما تزوج الأمير سأحضر بعد سنتين وسوف تعطيني أغلى شيء تملكينه حين ذلك ابتسمت ياسمين ووافقت على ذلك حول القزم جميع القش إلى خيوط ذهبية ثم اختفى وهو يضحك وفي صباح حضر الملك والأميرة إلى الغرفة وكانوا سعداء بما شاهدوه زوج الملك ابنه الأمير من ياسمين وبعد عام من الزواج أنجبت ياسمين أميرة سمتها أمل وكانت ياسمين سعيدة في حياتها مع الأمير وطفلتها أمل وبعد مرور عام ظهر لها القزم فقال القزم والآن وقد أتى الوفاء بالوعد سوف تعطيني أغلى ما تملكينه الآن كانت الأميرة ياسمين ترتدي عقد من اللؤلؤ الثمين وقالت القزم خذ هذا العقد ضحك القزم ليس هذا أغلى ما تملكين قالت ياسمين إذن ماذا تريد قال القزم إن أغلى ما تملكين هي ابنتك الأميرة أمل سوف أخذها صعقت الأميرة ياسمين مما سمعت من القزم وقالت له لا لن أعطيك طفلتي قال القزم لا يستطيع أحد منعي وسوف أخذها وأذهب بكت أميرة ياسمين وأصبحت ترجى القزم بل لا يأخذ طفلتها أمل قال القزم سأمهلك ثلاثة أيام إذا عرفت ما هو اسمي لن أخذ منك شيئا وسأترك طفلتك وأغادر اختفى القزم وهو يضحك نادت الأميرة ياسمين على خادمتها وقالت لها ارسل الحرس ليسألوا عن جميع الأسماء الموجودة في جميع البلدان انتشر الحرس في جميع انحاء البلدان يبحثون عن أسماء الموجودة في جميع البلدان فكتبوا الأوراق الكثيرة التي تضم آلاف من الأسماء وكان يحضرونها للأميرة ياسمين وفي يوم التالي كان أحد الحرس يمشي في الغابة سمع أحدا يغني ويقول اليوم سأرقص وغدا سأحضر الأميرة الصغيرة والأميرة ياسمين لن تعرف اسمي سأحضر الأميرة الصغيرة والأميرة ياسمين إذا قالت اسمي زعرور فإني لن أخذ الأميرة الصغيرة ذهب الحارس مسرعا إلى الأميرة ياسمين وقال لها ما حدث وسمع من القزم وفي يوم الثالث والأخير ظهر القزم للأميرة ياسمين وقال لها لقد انتهت الأيام الثلاثة وعليك أن تقولي ما هو اسمي قالت الأميرة ياسمين أن اسمك زعرور تفاجأ القزم عندما سمع اسمه وبدأ علامات الغضب على وجهه وأصبح لون وجهه أحمر ويضرب برجله على الأرض ويقول كيف عرفت اسمي كيف عرفت اسمي واختفى القزم عاشت الأميرة ياسمين مع الأمير وابنتها أمل بسعادة وهناء انتهت الحكاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر